البداية هي الأهم في تصفيات كس العالم ولازم توصل رسالة شديدة اللاجة وتبقى منارفي كده وانت بتقولها يا جماعة انا مش هرحم فيكم حد يا جماعة انا جاي عشان اكشر على انيابي وهلعب العشر مباريات وهاخد التلات نقاط من كل مباراة مفيش اي مشكلة النهاردة مصر كسبت جيبوتي وهبالك 6-0 والجزائر اكتفت ان هي تكسب 3-1 واحد يقول هي الجزائر تظلمت تحكيميا ولا اي حاجة ولا فيه مشكلة في الأداء ولا بتاعه قولك لا اللعيبة نفسه مهبالك كانوا راضين جدا على هذه النتيجة وكان المفروض المباراة بتاعة الجزائر والصومال اقل تقديرا مع احترامي طبعا لشعب الصومال والمنتغب الصومالي ان المباراة تخلص خمسة تخلص ستة مفيش اي مشكلة زي ما مصر عملت واحد يقولي لا يا عمد الصومال ايه المشكلة يعني ودي جيبوتي عايز اقولك اني نيجيريا النهاردة اتعدلت مع منتخب اسمه والله العظيم عارف اسمه اسمه لسيته تقريب هل المنتخب ده فعلا موجود معنا في القرى الافريقية هل المنتخب ده عنده دوري المهم نيجيريا صعبة التصنافات الاولى النهاردة نيجيريا بتخسر اول نقطتين فالبداية كانت مهمة جدا على المنتخب المصري والمنتخب الجزائري ان هم يقشروا على انيابهم ويخوفوا بقى المنتخبات التانية النتيجة لما كانت اتنين واحد لحد ديارة تمانين بالنسبة للمنتخب الجزائري كان ساعتها في الترتيب هيبقى المنتخب الموزنبيكي هو اول مجموعة لانه كسبان ثلاثة اثنين ولكن بينزل المنقص اسلام سليمان عشان يجيب الهدف التالت وغبالك تقريبا في ديارة تمانين ونص ولا حاجة وبيحتفل اجمل احتفال شفناه النهاردة النهاردة اسلام سليماني بيجيب العلم وغبالك الفلسطيني وبيحتفل به وبيدخل بالعلم الفلسطيني جوه ولكن خلينا نرجع اول ما المباراة ابتدت لقينا جمهور غفير بالنسبة في استاد نيلسل مانجيلا اللي موجود في الجزائر اما استاد القاهرة فلقينا عدد قليل واحنا مش مسؤولين بسبب هذه الاسباب الاسباب دي خارج اراضتنا تماما شفنا طبعا المقاهي عددها اكبر كتير من الناس اللي موجودة في الاستاد بتاع القاهرة ولكن نفس البداية كانت متشابهة المنتخب المصري والمنتخب الجزائري من اول ثانية فضلوا ان هم يضغطوا مصري بتضغط على جبوتي والجزائر بتضغط على الصومال المنتخبين جبوتي او الصومال موجودين في الخط الاول بتاع منطقة جزائرهم مش قادرين يخرجوا لأي حاجة والنتيجة ان اللاعب تقريبا اللي اسمه احمد عبدي او احمد عبيدي بيجيب الهدف الاولاني في نفسه بالنسبة لمنتخب الصومالي علشان الجزائر تتقدم ولقينا ان الهدف ده شارك فيه شايبي مع السيست من رياض محرز ولكن اتحسب لللاعب بتاع المنتخب الصومال ومن بعدها انا ما شفتش محرز حسيت ان محرز رجع تاني جده او رجع يتضرب مع الاهل السعودي وخبالك ولقينا اختفاء تان من محرز اما ان الناحية تانية المنتخب المصري ولقينا في الدياعة 17 محمد صلاح بيجيب الهدف الاول بيصنعه له مصطفى محمد محمد صلاح ما اكتفاش بكده بيجيب ضرب الجزائر عمر كمال عبدالواحد بياخد ضرب الجزائر هو مفيش فنيات قوي بالنسبة للمنتخب الجبوتي ما حسيتش وانا بتفرج على جبوتي ان ما يدخلش في مرمى اكبر عدد من الاهداف وعندهم هدف تاني هم ان يكسروا محمد صلاح يكسروا عمر كمال عبدالواحد يلعبوا بعمف على تريزيجي يلعبوا بعمف على مرموش ولكن المنتخب المصري النهاردة قدر يستغل الاطراف جيدا اذا كان الناحية الشمال عمر مرموش او الواد احمد فتوح او الناحية التانية عمر كمال عبدالواحد لوحده سكعات كان بيسندو زيزو ناحية اليمين ومحمد صلاح ومصطفى محمد الاثنين كانوا يلعبوا في العنق والنهاردة تلاقي محمد صلاح بيجيب سوبر هاتريك علشان محمد صلاح يبقى الهداف في التاريخ للمنتخب المصري برصيد 15 هدف في تصفيات كس العالم تعال النط بقى شوية على المنتخب الجزائري النهاردة واحنا بنتفرج على المنتخب الجزائري في ميزة عملها جمال بالماضي وعجبتني جدا يا عزيزي وما تنساش لو الفيديو وصلك يعملين لايك من هنا أو من هنا أو من أي حتة النهاردة جمال بالماضي كنا كلما نتفرج عليه تلاقي بيأزل المهاجم إذا كان بيلعب بجويري أو بيلعب بإسلام سلماني أو بيلعب ببغداد بناجاح أو بيلعب بعمورة تلاقي إن المهاجم بيلعب وحيدا ومعزول خالص عن باقي التمن لعيبة اللي بيلعبه في المباراة أو تسع لعيب النهاردة بتتفرج بتلاقي بغداد بناجاح مع اللاعب اللي اسمه جويري مع شايبي وتلاقي رياض محرس وزروكي أفضل لعب في المباراة من وجهة نظري اللي على قدها يعني النهاردة وأنا بتفرج على زروكي كان مايستو الولد كان بيأخذ الكورة ويلف ويعمل دوران يحاول اللعب ناحية اليمين يحاول اللعب ناحية الشمال يحاول إن هو يشارك في اختراق في العنق أو لأي حاجة المنتخب الصومالي كشر عن أنيابه في الشوط الأول ودي كانت رسالة شديدة اللهجة لجمال بالماضي ركز جيدا في الدفاع بتاعه الدفاع اللي عمال يفكد كور إذا كان عيسى مندي ولا العروسي وعبالك أو يوسف عطال أو توجاي النهاردة الدفاع كان عمال يد كور للمنتخب الصومال تزديدة ساروخية بيشيلها مندرية بعد كده تلاقي كورة في العرضة وعبالك ألشت من يوسف عطال وكانت هتدخل جون وكانت هتبقى مشكلة الشوطين بينتهوا الشوط الأول بالنسبة للمنتخب المصري 2-0 والشوط الأول بالنسبة للمنتخب الجزائري 2-0 جميل جدا وكل حاجة ولكن فيتوريا فضل مركز جيدا وقال لك لنا بقى في مباراة الجزائر ومباراة تونس وعايزين نصالح الجماهير المصرية احنا هنفضل نلعب بضغط عالي زي ما احنا مفيش أي مشكلة ومش هنفقد الكورة ولا هندي نسبة 1% استحواز للمنتخب الجبوتي المنتخب كان غالبان أو على قده حبتين وتحس ان العالم فطرتش ولا تغزت ولا أي حاجة ولكن كانوا بنزلوا انهم يكسروا لأينا ان المنتخب المصري فضل بيلعب بنفس الخطة ونفس طريقة اللعب انه هو ضغط على ناحية الاطراف وهبالك وبيحاول يحاول اللعب للعم علشان محمد صلاح يجيب هدفين من صناعة احمد فتوح في بداية الشوت التاني وتتفرج على الشوت التاني بالنسبة للمنتخب الجزائري وكأنه ضمن الصعود لكاس العالم كأن المنتخب الجزائري بيفكر هيلعب بقى مع مين في اذا كان كاس العالم اللي موجود في امريكا او كندا او المكسيكو تلاقي المنتخب الصومالي بيقول لجمال بالماضي فوق يا كوتش ده احنا لسه في الماما افريكا دي اول مباراة في تصفيات كاس العالم برغم ان تغييرات جمال بالماضي في بداية الشوت التاني ما عنديش لها اي تعليق التغييرات كويسة واللعيبة صنعت الفارق وكانوا احسن من الموجودين ولكن في الديها 65 بيدخل هدف في المنتخب الجزائري ومن غير موصف لك الهدف ومن غير محكي لك الهدف انت لازم تكون عارف الهدف دخل ازاي انت ما بيتش صغير اي هدف بقى يدخل في المنتخب الجزائري لازم يبقى من كرة سبتة ولازم نشوف ان تعامل الدفاع مع الكرة السبتة والتغطية مع الكرة السبتة الزيرو ولازم نشوف برضو اخطاء كتيرة جدا في الكرات السبتة وكيف يتعامل الدفاع مع الكرات السبتة حاجة غريبة وبان تقريبا سنة او سنتين بنقول على جمال بالماضي انه ازاي يتعامل مع اللعبة ازاي يخليهم يعرفوا يتصدوا للكرات السبتة وازاي يخلي حارس المرمى يطلع في التوقيتات الصحيحة ولا اي حاجة ولكن المنتخب الصومالي جاب هدف فيه المنتخب الجزائري النتيجة اتنين واحد لحد ديئة تمانين فيقوم ساحب بغداد بنجاح وقبلها كان منزل ادم والناس وعمورة واللعب الاسم كيتون وسحب رياض محرز وهبالك وسحب اللعب الاسم يوسف عطال وجويري المهاجن ولكن لقينا فيه اداء حلو وكل حاجة ولكن تحس ان هي فنيات فردية اه الناحية الشمال بيخترق عمورة والناحية اليمين ادم والناس عمال يروغ واحد واثنين ولعب مهاري وكل حاجة وبتاع ولكن لما نزل اسلام سليمانيا ودايما كده تلاقي اسلام سليمانيا هو المنقص في مبارات كتير بغد النظر عن اخر مبارات كان بيبقى اختياطي وينزل ويجيب هدف وكل حاجة وانا شيكور وانا كل حاجة والراجل بيتكلم كتير وكده ولكن اسلام سليمانيا انا بحس انه مالوش بتيل ولكن العمر تقريبا عنده 35 سنة فما بقاش يقدر انه يشيل 90 دقيقة كاملة اسلام سليمانيا ممكن يلعب شوت كامل وحاجة حلوة ان جمال بالماضي يخلي اسلام سليمانيا احتياطي وينزله مثلا في ديئة 60 في ديئة 70 مفيش اي مشكلة الراجل بينزل فت وبينزل اصنع الفرج النهاردة بتتفرج بتلاقي اسلام سليمانيا الكرة الاولانية ضايعة كانت على هيدو حطها بجوار حارس المرمى الكرة التانية من راكلة ركنية بيلعبها ادم والناس بيجيب الهدف التالت وكان هيبقى الموقف باية جدا للمباراة انتهت 2-1 عشان المباراة لو انتهت 2-1 كان المنتخب الموزنبيكي هو اللاهيبة الاول المنتخب الجزائري عنده مباراة مع المنتخب الموزنبيكي وهبالك يوم الاحد القادم والمنتخب المصري عنده مباراة يوم برضو الاحد القادم مع المنتخب السريليوني أما المنتخب المغربي أنا معرفش بصراحة حظهم حلو بسم الله ما شاء الله النهاردة قريتيا تقريبا أو من يومين انسحبت أمام المواجهة أمام المنتخب المغربي قالك إن الحكومة بتاعت قريتيا قالت اللي يا إبا أنتم مش هتسافروا هتسافروا بقى المغرب وتصدعوني وتطلبوا بقى لجوء سياسي وتهربوا ومش عارف هيه عملتوها مرة واثنين مفيش كورة مفيش كورة وإحنا هنبعد خطاب للفيفا وهنقول لهم إن إحنا هننسحب بسبب رضاعة الموقف المالي إحنا ما عناش فلوس لصفر والاستادات واللعب والكلام ده كله على بتاعه ولكن خلينا أقولك إن البدايات مهمة وبأكد لك عليها مرة واثنين المنتخب الجزائري عليه إن يعيد أوراقه مرة واثنين وعشرة عجبني جداً النهاردة زروكي عجبني اللاعب اللي اسم يوسف عطال عجبني انطلاقات اللاعب اللي هو ناحية الشمال اللي اسمه العروسي وعبالك والحمد لله إن يوسف عطال طلع خلي بالك عشان أنا بحس إن يوسف عطال مادي تعاقدات مع الإصابات هو حلو أول إن هو طلعه وعبالك في بداية الشوط الثاني ورياض محرز النهاردة الأداء ما كانش أحسن حاجة ولكن لما خرج رياض محرز ونزل الآدم والناس الناحية الليمين كانت حلوة وكانت حية أما بالنسبة للمنتخب المصري أنا ما أقدرش إن أنا أقيم المنتخب المصري غير إن هو ياخد مية عالمية ولكن المنافس آه ضعيف ولكن أنا اللي عجبني في المنتخب المصري إنه ما استحترش إنه ما كانش نازل بثقة زيادة المنتخب المصري النهاردة اللعيبة إذا كان حتى يعني تتفرج النهاردة البكات ألب وأجنحة إذا كان عمر كمال عبدالواحد أو أحمد فتوح وتتفرج النهاردة في مروان عطية وعمال يستخلص الكرات أي نعم المنافس والخصم ما كانش قوي بالنوع ما ولكن في الأول وفي الآخر المنتخب المصري يقدر إنه يكسب ستة علشان يروح يلاعب سيرليون أولا المعنويات مرتفعة ثانيا سيرليون هيعمل ألف حساب للمنتخب المصري وده اللي إحنا نتمناه ومش عايز أسمع إن إحنا مثلا إحنا عارفين طبعا إن هما تسع مقاعد في أفريقيا مش عايز أسمع إن الناس كلها المنتخبات العربية تسيبت تسع مقاعد ويروح يلبدلت النص مقاعد ويقعد يوجع قلبنا ومش عارف إيه فالواحد تعبان خيرا قبل ما ننهي هذا الفيديو عزيزي ما تنساش إنك تدعي لإخواتنا في الفلسطين دائما وأبدا